ننتقل إلى جريدة الشروق والتعليم منهاء تعيين 75 ألف معلم قبل بداية الترم الثاني قال الدكتور طارق الحسري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري أن لجاناً تابع للوزارة توجهت إلى 17 محافظة لإنهاء إجراءات تعيين 75 ألف ومائة وخمسة وتسعون معلم من المعلمين المتعقدين الذين صدر قرار بتعيينهم الأسبوع الماضي وأكد في تصريحات لجريدة الشروق أن كل معلم تنتهي اللجنة من استفاء أوراق تعيينه يتسلم عمله فوراً على الدرجة الوظيفية الجديدة بما يترتب عليه رفع الراتب ودخوله ضمن قانون الكادر لافتاً إلى أن جميع المعلمون سيتسلمون عملهم في بداية الفصل الدراسي الثاني ترجمة نانسي قنقر